شركة الاتصالات السعودية عملها بتوفير خدمات الاتصالات في جميع المدن السعودية عام 1998 وفي عام 2003 أدرجت الشركة ما يقدر بـ 30% من أسهمها المطروحة في سوق الأسهم السعودية وذلك في أكبر اكتتاب على مستوى البورصات العربية حيث تم تخصيص نسبة تصل إلى 20% من أسهم الشركة إلى المواطنين السعوديين إلى جانب تخصيص 10% من أسهمها أيضاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد وفي عام 2004 فقدت شركة الاتصالات السعودية احتكاراً لجميع خدمات الهاتف المحمول وذلك بعد إسناد رخصة ثانية لصالح شركة اتحاد الاتصالات أما على مستوى الاستثمارات الخارجية بدأت شركة الاتصالات السعودية عام 2007 أول استثماراتها خارج السعودية لتبدأ بماليزيا ثم أندونيسيا وبعدها الهند واستحوذت الشركة على نسبة تقدر بـ 25% من ملكية شركة بيناريانغ الماليزية و50% من رأس مال شركة NTC في أندونوسيا وفي عام 2008 توسعت استثمارات الشركة الخارجية لتشمد تركيا وشمال أفريقيا بعد استحواذها على 35% من رأس مال شركة أوجي للاتصالات في تركيا حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة ما يفوق 9 مليار ريال كما استثمرت شركة الاتصالات السعودية في عدد من الكوابل والشركات العالمية لتطوير شبكة بينات دولية متفرعة وكان آخرها مشروع الاتحاد التجاري لربط الكابل البحري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محطة ربط شركة الاتصالات السعودية ترجمة نانسي قنقر